العجز عن المواجهة والرعب من المسافة صفر في الاشتباك مع المقاومين يفسر حالة القصف الجنوني الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ليهم نفسه بنصر مزعوم على النساء والأطفال يكون بديلا عن المواجهة المباشرة شبكة سي إن إن كشفت أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يحاولون ثني الكيان الصهيوني عن اجتياح بري لغزة يقود بالنهاية إلى حرب شوارع قد تحول أحياء غزة المدمرة إلى مقبرة لجنود الاحتلال الناصحون الأمريكيون يقولون للاحتلال خذوا منا العبرة بقتال الشوارع الذي خضناه في العراق ولسيما في الفلوجة التي ابتلعت الجنود الأمريكيين وحولتهم إلى قتلى وأسرة بعد عجزهم عن اقتحامها بريا رغم استخدامهم مختلف أسلحة التدمير قبل الاجتياح البري تقول شبكة سي إن 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 المستشارين الأمريكيين نصحوا جيش الاحتلال باستخدام مزيج من الضربات الجوية الدقيقة والعمليات الخاصة بدلا من شن هجوم بري واسع النطاق على غزة ولكي يستوعب جيش الاحتلال حجم خطورة الاجتياح البري أرسلت إدارة جو بايدن إلى تل أبيب الجنرال جيمس جلين القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية الأمريكية وهو يتمتع بخبرة كبيرة في حرب المدن في العراق وخاصة في الفلوجة وبحسب سي إن إن فإن الجنرال الأمريكي سيوضح لحكومة نيتنياهو خطورة الاجتياح البري لغزة وكيف أن المباني المدمرة ستساعد المقاومين الفلسطينيين في التمترس والتنقل واستياد جنود الاحتلال ضمن حرب طويلة قد تؤدي إلى نتائج كارثية على الكيان الصهيوني الخوف من الاجتياح البري لغزة سائد بين المستوطنين كما تبين وسائل إعلام الاحتلال لكن حكومة نيتنياهو تحاول المكابرة وتوحي بأنها مصرة على الاجتياح البري من باب إثبات قدرة جيشها الذي أثبتت معركة طوفان الأقصى بأنه جيش من ورق